سماعات True Wireless Stereo انتشرت حوالينا فجأة في كل مكان وغالبا الموضوع ظهر وانتشر بزيادة قوي كده مجرد ما ابل عملت Airpods بتاعتها وبقت كل الشركات تقريبا بتعمل سماعات True Wireless Stereo وقاء صحيح ان جزء من الموضوع هو بسبب الموضة بس في الحقيقة برضو ان True Wireless Stereo اتوارد بشكل كبير جدا وبقت بتقدم كل القيم اللي احنا محتاجينها اللي تخلينا نستغنى تماما عن كل الاسلاك بقى والإيرفونز والهيتفونز والأوفر إيرفونز وكل الحاجات دي True Wireless Stereo فعلا النهاردة بقى ممكن يعتمد عليها بس طبعا لو جينا مفكر في Airpods هنلاقي انها غالية جدا غالية جدا 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 فممكن مثلا تسيبها وتروح لواوي واوي عندها FreeBuds والFreeBuds Lite والFreeBuds 3 وكلهم ارقت كتير من Airpods بس برضو اتعارهم كلها في مصر بتبدأ من 1000 جنيه وانت طالع او مثلا 50 دولار فها لازلت مش رخيصة قوي فالنهاردة انا جاي كلمكم عن ارخط سماعات True Wireless Stereo من شركة محترمة وهي شركة شاومي ودي تقريبا هي احدث ارخط اصدار من شاومي من السماعات دي وهي Airpods Basic 2 شاومي نزلت حوالي اربع او خمس موديلات قبل السماعة دي كلهم بنفس الشكل تقريبا والاهم ان السماعة دي لازلت بنفس سعر كل الموديلات الاقدم منها اللي هو دلوقتي في حدود حوالي 300 جنيه او 20 دولار تقريبا واحيانا كمان بتنزل ارخص من كده في العروض وفي الأوفر فتعالوا نهاردة نعرف اكتر ايه مزايا وعيوب ال Airpods Basic 2 ونعرف اذا كان فعلا ممكن يعتمد عليها ولا لا اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من السلوبيديا معاكم اسلام وتعالوا الاول اريكم ايه اللي بيجي جوا العلبة ورأي ان السماعة دي فعلا نقدر نعتبرها ان هي ارخص سماعة روعة الستيريو ممكن تعتمد عليها فما تتوقعش يعني تغليف غالي او فخم او اي حاجة مبهرة في الموضوع هي مجرد علبة كرتون خفيفة وبسيطة هنلاقي جواها الكيس داخل السماعات اتغليفها في تغليف بسيط كده ومعاها كيس صغير فيه مقاسين مختلفين لل Airpods اللي بتحطوا جوابناك ده غير المقاس الثالث اللي راكب فيها اللي بيكون Medium وهنلاقي في الكيس ده Small وال Large كتالوجات وضمان بس كده مفيش اي حاجة تاني خالص مفيش شاحن مفيش سلك شاحن حتى مفيش اي حاجة الكتالوج الحمد لله فيه كل اللغات ومن ضمنها اللغة العربي بس هناخد بالنا ان اللغة العربي في الصفحات بلده من الشمال اليمين مش من اليمين للشمال الحمد لله ان الكلام العربي نفسه من اليمين للشمال لكن يعني الصفحات ايه امشيها بالعكس ما عليش عشان تفهم بس الداني ماشي ازاي وبالمناسبة السماعة دي بلده بيندلها تقليل كتير جدا فهتلاقي دايما منتجات شاومي بيبقى محطوط عليها اللابل ده موجود من تحت بحيث انك تعمله سكراش وهتلاقي فيه كود تقدر تدخل على موقع شاومي وتتأكد فعلا بالكود ده اذا كان السماعة بتاعتك اصلية ولا لا ده بيخلي الموضوع بسيط جدا وما فيهوش لفه دوران كتير الكيس بتاعت السماعة من برا كده مبدئيا خماتها يعني البلاستيك بتاعها خفيف جدا جدا وتحيث انه هيتكسل لوحده لو ما حفظتش عليها حتى الفتح والقفل بتاع باب السماعة ضعيف جدا الباب ده نفسه سهل جدا انه هو يتكسل فتحه وقفل غطى العلبة يعني ما اعتبرش حاجة سهلة ابدا لازم تفتحه بالايدين اكيد مفيش مقارنة خالص خالص بالايربوت بس تعالوا نشوفها كده مفيش مقارنة فيه فرق طبعا حتى في ملمس الخامات نفسها وجودتها لكن لازال كل الحاجات دي شكليات وهنلاقي السماعة دي معمولة بس عشان تؤدي الغلط المطلوب منها من غير بقى اي فخامة او اي مبالغة في السنسلز او اي امكانيات ملهاش اي داعي دي سماعات معمولة عشان تشتغل بشكل عملي وبس تحت كل سماعة هنلاقي الاستيكل الاحمر ده لازم تسليله الاول وبعد كده تحط السماعة في العلبة عشان تبدأ تشحن من العلبة نفسها وهنلاقي علامة ليت على السماعة اليمين وعلامة لفت على السماعة الشمال ومافيش سماعة منهم ينفع تركب مكان التانية والعلبة نفسها بتيجي مشهونة شحنة ضعيف جدا جدا فمحتاج انك توصلها في الشاحن وعنتا طول ما الكيس نفسها بيكون بتشحن بيكون فيه لمبا هنا قدام منورة باللون الاحمر وبرضو السماعة دي عشان تكون عملية جدا فهنلاقي ان سطح السماعة نفسه ما هواش تطل فيه ضرار كده بتدوسه ضرار بيتكتك في ايدك كده بوضوح والتكتكة دي هي اللي بتتحكم انها في كل حاجة في السماعة كل ساعة من الاتنين فيها لمبا انديكيتور كده موجودة فوق يابتنور بالابيض يابتنور بالاحمر على حسب حالة السماعة بعد ما السماعات بتشحن شوية هتقدر انك تفتح البلوتوث وتعمل سكان بس طول ما السماعات موجودة جوه الكيس مش هتلاقي حاجة خالص مجرد ما طلع اي سماعة هتلاقيها بدأت تنور باللون الابيض كده وتدي فلاشات بالابيض وطول ما هي بتنور وتطفي بالابيض كده ده معناها ان هي دلوقتي مستعدة للبيرينج ولو عملت سكان تاني عليها دلوقتي هتلاقيها موجودة ومجرد ما تدوس عليها هتعمل مع الموبايل على طول بس السماعة التانية اللي لازالت موجودة في الكيس لسه متعملهاش connection مجرد ما بطلعها بالكيس هلاقيها انها عملها بتنور وتطفي بالابيض معناها ان هي لسه مش معملها connection ولما بعمل سكان مش بتظهر لي وده غالبا لان هي واخد نفس الاسم بتاع السماعة الاولانية وعامة لما عملت لها connection بعد كده السماعة الاولانية بقى فيها مشكلة وهكذا فالاحسن عامة في اول مرة تيجي تعمل connection للسماعة انك تعمل connection للاثنين مع بعض طلع السماعتين الاثنين برا العلبة ومجرد ما يبقوا بينوار ويدفو ابدأ وقتها يوصلهم على الموبايل مجرد ما يتوصلوا اول مرة كده خلاص مش هتقابل اي مشاكل تاني تقدر ترجعهم تاني في العلبة وتقدر تستخدم واحدة بس او تستخدم الاثنين مع بعض او تبدل ما بينهم زي ما تحب مش هيكون في اي مشاكل تاني وطبعا كل الاوامر اللي ممكن تعملها بالسماعة مكتوبة جوة الكتالوج وهي باختصار انك لما بتدوس تاب واحدة بتقدر تعمل pause او play للحاجة اللي شغلة ولو جايلك مكلمة فالتاب بتقدر انك ترد بيها والتاب التاني تقدر انك تقفل بيها مكلمة اما الدابل تاب فبتشغل مساعد الصوتي بتاعك سواء جوجل اسيستنت او سيري لو سماعة متوصلة على ايفون وممكن لو جايلك مكلمة وعايز يكنسل عليها بدل ما ترد تدوس تاب واحدة وتفضل days لمدة ثانية فوقتها هيعمل rejection للمكلمة ولكنكده ما فيش اي اختراعات او افتكاسات تانية في السماعة واللي تقدر تعمله بالسماعة اليمين هو هو بالضبط اللي تقدر تعمله بالسماعة الشمال واهم حاجه هو التطور اللي فعلا عملته شاومي في السماعة دي عن الموديلات القديمة هو سهولة التبديل ما بين السماعات وفي الموديلات القديمة كمان كانت شاومي بتاكد على المستخدمين ان ما تبعدوش ابدا سماعتين عن بعض المسافة طويلة لان الموديلات القديمة كان فيها سماعات master و slave كان لازم يبقى السماعتين مع الموبايل كلهم يكونوا في نفس رينج عشان يشتغلوا كويس لكن دلوقتي الكلام ده ما بقاش عامل اي مشكلة خالص تعالوا بقى نجرب الصوت في السماعات دي ونشوف ايه مادة جودتها بجد السماعة وهي تدخل في الود بتكون لفوق كده عشان المايك موجود تحت فالسماعة بتكون لفوق والايرتاب هي اللي تحت طبعا لو حاست ان المقاس ده مش مناسب ليك او ان السماعة ممكن تقع من ودنك يفضل انك استخدم مقاس تاني مختلف يكون انسب لودنك والسماعات بتكون جدا انت طول ما انت حططها ما بتبقاش سامع اي حاجة حواليك خالص وطول ما انا حططها في وداني فيه صوت وش خفيف كده رغم ان انا مش مشغل اي حاجة بس المجرب ان هما وصلين ففيه صوت وش خفيف اوي كده تعالوا انجرب نسمع حاجة فيها انا بس كان لازم اشيل سماعة عشان اعرف اتكلب باب احس ان انا بسلخ في اللي قدامي مش سامع حاجة خالص الصوت يعتبر كويس جدا جدا مش اعلى حاجة يعني انا معالي السماعات على الاخر ومع ذلك مش متأذي قوي على عكس الايربوز بس انا تعتبر الصوتها اعلى كتير من كده هو اكيد برضو كواليتي الصوت افضل شوية لكن الموضوع مش ملحوظ اوي يعني اعتقد اي حد هيسمع عليها اغاني هيبقى مستمسع جدا الصوت يعتبر كويس اوي اوي هحاول سماعكو كواليتي الصوت شكلها ايه بالضبط عن طريق ان انا حط المايك جنب السماعة ولو طلعت السماعة تانية من الكيس بياخدوا لحظة بالضبط على تاني يعملوا think مع بعض بدار الضبط التطور لتسمعه وعدها بتلاقي الموذيك كميلة كيني بالسكل ده بصراحة بالسهر ده تعتبر كويسة جدا جدا اكيد الايربود اعلى كتير واكيد الفريبود اعلى شوية لكن من غير ما نعمل مقارنة كوالية الصوت هنا ممتازة جدا وتقدر تعتمد عليها فعلا من غير اي مشاكل بالنسبة للمكالمات وللمايك طبعا انا هنا الدنيا هدوء تماما فما اقدرش احكم على كده فحاول كمان اسماعكو الصوت اكتر وهو متسجل في وسط دوشة وسط شارع وسط حاجة زي كده ده كده الصوت من سماعة واحدة واعتقد ان الصوت معقول مش سيء وكده انا هستخدم السماعات تانية كده الصوت متسجل من المايك بتاع السماعتين مباشرة على التليفون ده كده انا هاتف العربية وقفل اداد يمكن لكم اداد صوت مباشرة على دوشة اختص حولي دوشة من الشارع من السماعتين مع بعض في عذاب التحرق وفي الهواء لازلت اعتقد ان هو بالسماعتين المايك هيكون لقدامك سماعك كويس قوي ده لكده الصوت واحدة حيالي لازل الصوت واضح جدا جدا في المكالمات ممكن تعتمد علي صماعه واحدة حتى لو فتح شريك حوليك كويس دوشة وده لازلت كويس قوي ده كده الصوت من المايك بتاع السماعه انا شتى ده كده اناCrしかد لاستجد السماعه واحدة بس طفقة لو صغيرنك السماعاتين مع بعض يمكن تكون غرضى اكتشاهم سبيل دربوا ال wirklich ده كده الصوت من المايك من السماعتين مع بعض ولطبعا grid هناك الصوت من تعتقد عليك الدوشن من التركز السماعتين مع بعض متوقع جدا خصوصا مثبت التصميم بتاع السماعة ان الصوت في الشارع ما يكونش مسموع بوضوح ابدا وتكون كل الدوشة داخلة بكامل قواها كده جوه المايك بالنسبة لمواصفات السماعات نفسها فمش محتاجين ندخل في تفاصيل كتير قوي السماعات بتشتغل ببلوتوث 5 والكونكشن بتاعها كويس جدا على مدى لغاية 10 متل تقريبا طبعا ده في الاماكن المفتوحة لكن ممكن لو دخلت من قوضة للتانية الكونكشن يفصل البطارية بتاعت كل سماعة ممكن تعرض لغاية 4 ساعات متواصلة استماع وبعدها لما توصلها في الكيس تقدر بالسماعتين توصل لغاية 12 ساعة total من قبل ما تشحن الكيس ولا مرة الارقام دي تعتبر ارقام كويسة جدا جدا وتقريبا هي نفس الارقام بتاعت الفري باز لايت وبتاعت الاربود بس يمكن العيب في الموضوع هو ان السماعة الواحدة عشان تتشحن جوه الكيس ممكن تعرض ساعة ونصف كاملة بتتشحن ده يعتبر رقم كبير قوي على انها تفضل موجودة جوه الكيس عشان تتشحن والكيس نفسها عشان تتشحن بالكامل فبتحتاج حوالي ساعتين على الشاحن وده يعتبر رقم طبيعي كمان بما ان السماعات دي تقفل ودنك تماما مبتبقاش سامع كل اللي حواليك السماعة طبعا مفيش فيها Transparency Mode أو Noise Cancellation أو كل الحاجات الفانسي دي فيفضل طول ما انت ماشي او بتتحرك بيها تكون بستخدم سماعة واحدة بس عشان تبقى مدرك للي بيحصل حواليك وعلى فكرة السماعة دي كمان فيها ميزة حلوة جدا بالنسبة للمحجبات تحديدا وهي ان استخدامها تحت الطرحة مش هيكون مشكلة وكمان الثريجرز بتاعتها بتكون ذراير عن طريق الضغط مش عن طريق اللمس لو كانت تغيرة كده وبتشتغل عن طريق اللمس دي الجالاكسي برض مثلا مش هتعرف تبجي السماعة اي اوامر لكن هنا بما ان الموضوع متمد على الضغط بيكون اسهل انها تستخدمها حتى او طرحة موجودة فيعني لازال قصاد السعر ده انا شايف ان السماعة دي تعتبر ممتازة جدا جدا وحل عملي فعلا لاي حد مش هيقدر ان يروح يجي السماعة غالية جدا ومحتاج حاجة عملية تنفع معايا في السواقة تنفع معايا في الشغل تنفع معايا في الجام تنفع معايا في اي حاجة وخليني برضو اغنين بالنا ان السماعة دي مش وحدة اي ريتنج مقاومة للمية وللغبار فمحتاجة شوية حفاظ عليها وعموما ان عندكم اي اسئلة بخصوص السماعة دي ياريت تقلولي في الكومنتات وهجوركم عليها باذن الله وكان عادة لو اعجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب في القناة عشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديدة واشوفكم في فيديو جديد تلين